مرحب مجددا في كل انضمونا بهاي اللاحظات والحديث في البداية في الزاوية الصحية عن ارتباط زيادة الوزن بفصل الشتاء زي ما كتير من الناس كمان بتعتقد وبتخاف كتير من الناس بزيد وزنهم بفصل الشتاء وهذا بعود لسبب أو نمط الغذاء الخاطئ والعادات المتبعة بفصل الشتاء اللي كمان بتميز عن الفصول الأخرى معنا اليوم من داخل الستوديو أخصائي التغذية الأستاذ موسى حلايقة للحديث عن العلاقة بين فصل الشتاء وسمنة الجسم الله يصبحك بالخير الله يصبحك بالخير إلي كل جميع المشاهدين وكل سنة وأنت سالمين إن شاء الله وأنت كمان كل عام وأنت بألف خير وأنت بخير إن شاء الله أكيد هيك في خطط ومشاريع مع بداية كل سنة صح؟ أكيد والله إن شاء الله النظام الغذائي لازم يكون جزء من هاي الخطط لكل حدا أكيد إحنا اللي بدي أقوله هيك في البداية أنه فصل الشتاء والسمنة يعني إحنا بدناش نحكي هنا على السمنة لوحدها لأنه يمكن الناس بتعرف عنها ونحكي عنها كثير لكن اللي بصير فصل الشتاء الناس بتخوف منه ممكن لسبب إنه في فش في فراغ في خلدة حركة فيش انتظام نقول في الدوام النظام المتبع يوميا في فصل الشتاء ممكن بتغير الكسل الخمول زيادة النوم بتتبعوا أيضا زيادة اللي هي تناول الأكل وهذا بيكون بنهاية زيادة وزن وسمنة اللي بدينا نحكي إنه هناك عادات وأشياء خاطئة الناس بتفكر فيها وهي مش مزبوط وللأسف كيف أنا في الشتاء إنه مثلا درجة حرارة بتكون أربعة أو اثنين أو ثلاثة وممكن تسأل زي المنخفض السابقة قال من السفر إن أنا بدي أتناول أغذية وشو الأغذية اللي بدي أتناولها عشان تعطيني حرارة أكثر؟ نعم هم بفكروا إن أنا لازم تعطي مشان تعطيني حرارة أكثر للأسف ما بتعطي حرارة هي بتعطي سعرات حرارية هاي السعرات بتخزن في الجسم يعني ما بصير إلها تكسر لا إنها الطاقة أو الكالوريز اللي بتدخل للجسم بصير إلها تحلل وبالتالي بتنصرف مشان إنها تعطيني حرارة لا هي بتضل في الجسم وبتتراكم في الجسم وتخزن في الجسم لسبب إنه بشكل بسيط إن هناك دهنيات أو دهون بيضاء ودهون بنية الدهون البنية هي المفيدة يعني هي اللي بتتحول لطاقة وبالتالي بتحافظ على درجة حرارة الجسم مثلا بتضل على الوضع الطبيعي مثل إيش ممكن تحكي لنا أنواع الدهون هي مش كيف الدهون البيضاء هاي في ناس في مرحلة الكبر عادة موجودة ولكن بكميات كبيرة هي موجودة في الجسم هذه الدهون البيضاء بتكون أو اللي هي الضارة الدهون البنية موجودة عند الأطفال في مرحلة الصغر هاي هي المفيدة واللي بتخزن في منطقة الأرداف والدراعي الدهون اللي إحنا بنتناولها اللي بتتحول لدهون بيضاء وهي الضارة هاي بتتخزن الجسم ما بتم اللي هي تحويلها لسعرات حرية بحيث إنه يستفيد منها الإنسان مشان هيك إنه أنا أتناول أطباق دسمة من الدهنيات أو من الدهنيات يعني خاصة متكتر كتير أنا بحكي نعم ممكن أعتمد إذا أنا بدي أحكي عن عهلويات بحكي عن سكريات عن الدهون كمان اللي بقصد فيه اللي هي الشغلات اللي هي المقالة واللحوم خنقول اللي هي الحمراء اللي فيها محتوى عالي مثلا من الدهن إذا أنا بدي أتناول اللحم حمراء مثلا بخدها من لحمة العجل القليلة في الدهون اللي موجودة فيها فإنت كمان هي عملية مش بس كمان إحنا ما بنستفيد منها بالناحية يعني بتعطينا الدفة وبتعطي هذا الشعور بالنزليني معتقد هي كمان ممكن تكون ضارة في كثير من أكي هي بيكون ضارة طبعا هي بتدخل للجسم بتتخزن في الجسم فترة اشتاء إذا أنا بدي أحكي شهرين أو ثلاث شهور أو أربع شهور معدل إذا كل شهر ثلاثة اثنين كيلو زيدت ثلاثة كيلو أو ثلاثة أربعة شهور زيدت عشرة كيلو صعب إني أنا أقدر أتخلص منهن في فصل مثلا اللي هو الربيع أو فصل الصيب مشان هيك اللي بصير وإذا أنتو ممكن كل الناس بتلاحظ إنه الإنسان السمين بشعر بالبرد أكثر من إنسان الطبيعي أو اللي عنده نحافة بحسب البرد أكثر الإشيء إحنا نحاول نركز عليه قدر الإمكان إنه إحنا طبيعا الغذاء تعني اللي متناول سواء في الصيف أو في الربيع أو في الخريف أو في الشتاء يضل بنفس الشيء ما يتغير ما توهمنا الأشياء اللي هي الموجودة إنه أنا قاعد في البيت فبالتالي أنا بدي أوكل شغلات كثيرة ممكن طب هل فعلا فيه ممكن يكون مواد غذائية هي مصدر لطاقة أو لسعرات حرارية ممكن تكون إيجابية للناس بمعنى إلو هل بنصحهم بأنواع معينة ممكن نتناولها بفصل الشتاء أو لا ما في فرق لا هو أنا أقول لك هو إحنا بشكل أساسي منركز إذا أنا بدي أخذ لحوم بدي أوكل بروح مثلا على اللحوم البيضاء بأكل مثلا الدواجن اللي قررت الدهن إذا أنا بدي أنزع الجلد منها بأكل ولازم أني أنا أتناول هاي المواد الأسماك والأحماض الدهنية الموجودة فيها والمهمة اللي هي للدماغ والجسم بشكل عام الأسماك كمان فيها اللي هي الأوميغا ثري والأهميته وبتعطيني أيضا غنية بالبروتينات اللي أنا بحتاجها بالإضافة إنها قليلة من السعرات الحالية أي فيش فيها كمان كميات دهن عالية إذا أنا بدي أتناول كمان مثلا كثير بيقول لك طب إحنا عندنا حلو والحلويات اللي هي القطر والسكريات بشكل كبير وكذا مش مشكلة تناول بس قديش الكمية وشغلة ثانية أنا أمكان أعوض عنها من خلال الفواكه يعني كثير إحنا بقول إذا أنا بدي أعمل شرائح مثلا بفواكه أو على شكل مكعبات إني أنا بدينا تناولها هاي اللي هي الفواكه أول شي هي حلوة وهي عبارة عن حلويات كمان صلطة فواكه بتناولها أول شي بتعطيني شغلتين إنه هي الألياف غنية فيها ومليحة ودورها على الجهاز الهضم بشكل عام وعلى حركة الأمعاء وإنه ما يصيرش عندي نوع من الإمساكات الإضافة الثانية إنها غنية بالمعادن والحمضيات وفيتامين سي اللي هو المضاد خنقول للأكسادة والمهم خلال عملية الفروانزة وروشا بذبت هذا ممكن يبرز بشكل واضح يعني منحكي عن وجود الحمضيات في الشتاء معناه يعني بيكسر في مناعة أكثر فيتامين سي بيكون واضح ممكن تحكي لنا أكثر عن فائدة الحمضيات بشكل خاص يعني منحكي هون عن البرتآن صح منحكي عن كلمانتينة منحكي عن كيوي منحكي عن إذا فيه جوافة جدا بفيتامين سي الحمضيات أو هي الأشياء الموسمية وإحنا دائما نبارك كأذي الأرض في فلسطين أنه كل موسم دائما الخضار أو الفواكه بشكل أساسي موجودة ومتنوعة ومتوفرة بين الأيادة أني أنا أنوع فيتامين سي زي ما قلنا اللي هو بعطيني النوع من اللي هو بساعد حتى على التآم الجروح اللي عنده مشاكل في الجروح اللي هي بساعد على التآمها مهم كمان كمضاد للأكسادة وأيضا اللي هي الانفلوانزات والرشح كثير إحنا مننصح فيه أنه يتناول حتى لإنسان اللي ما في عنده لا رشح ولا انفلوانزة ولا أي نوع من هاي أو نزلات برد أو إشي أنه يتناول هاي الحمضيات في تناوله اللي بدي أقوله أنا بدي أكل طبق دسم أو طبق حلويات مش غلط يا عمي للناس أنهم يأكلوا وغيروا في النمط الحياة ولكن بكميات يعني أنا ممكن أخذ قطعة بسيطة مش شرط أني أنا أشبع وبالتالي مقدرش لا أمكن أتحرك وبالتالي أنام ومقدرش أخذ وجبة رأيسي في وقت معين يعني أفضل أنه نتناول في الحلويات في وقت يفضل ابتعاد عنه أو وقت محبب لا أنا أقول لك هو الحلويات بقدر الإمكان دائما كثرها مش منه هي عبارة عن طاقة بتعطيني فيها معظمها من السكريات والمصادرها كربوهايدراتية طاقة للجسم بتحسسني بالإشباع بتمنعني أخذ مصادر أو أغذية أخرى غنيية مثلا ببروتينات والفيتامينات والمعادل قدر الإمكان زي ما قلنا أن أتناولها بكميات إذا أنا بفضل الحلويات حتى إذا أنا في طريق التصنيحة كمان مهم يعني أنا إذا بدأ أستخدم كريم كرمل وبدأ أستخدم حليب يريد أن أستخدم مثلا الحليب خارج دسم قدر الإمكان أو الاسكيم ملك نسمي وهم عن نحكي لكل مش للناس كمال بفكروا يضعفوا لكل حليب لا طبعا لكل الناس إحنا إذا بنحكي لكل الناس صبايا شباب كبار في السن صغار في السن قدر الإمكان أن يكون مثلا وبالنسبة للتوقيت يعني بفصل الشيطة إذا إحنا نكسب زي ما قلنا سعرات حرارية ممكن تكون أكتر من هذه الحلويات يفضل أخذها بوقت مناسب والابتعاد عن وقت أو هذا باعتمد على كل شخص أنا أهم شيء أنه واجبتي الأساسية اللي هي اللي بدي أتناولها متنوعة ومتنوازنة أخذها حلويات زي الفترة إهلي سناكس أو إنه شيء بسيط بعيد عن يعني مثلا بدي أقول هسا بدي أتغدى والله قبل الغدى مثلا أوكل حلو بتتغدى وبعدين بتحلي مش كثير بصير خربطة في الجسم نفسه في تناول أخذية قادر إن كان واجب رأسي أكلتها ممكن بعد ساعة ساعة ونص ساعتين أتناول هاي القطعة اللي هي كمان دائما من أكد على أحدية ممكن بدأ تضيف إشياء هاي الموضوع لا لا أشيء ثاني بدنا نحكي عن شرب المي إنه الناس ما تعودة كتير بفصل الصيف وبتحب تشعر إنه كمان جسمها بحاجة لماي كتير كبير في المقابل هي عم تصرف طول وقت طاقة في يعني تعرق في الجسم بشكل دائم هذا بما يخص فصل الصيف فالمشعر إنه إحنا بحاجة دائما لمي هل هذا نفسه ونفس الحاجة بتكون متوازية بفصل الشتاء؟ نعم إحنا دائما يوم نقول ثمن أكواب للشخص البالغ من المية يوميا مربط نهاش لا بفصل ولا بوقت ولا بشهر يعني ما قلناش في فصل الصيف اشرب ثمن أكواب ما يعادل مثلا لتر نص لثنين لتر هذا الحد الطبيعي للإنسان ما قلناش إنه في فصل الصيف اشرب لتر ونص لثنين لتر في الشتاء اشرب نص لتر أو ما تشربش لأنه المية مخزونها بضل في الجسم المية ما بتخزن والكل بعرف خلال عمليات الحركة وكذا بتطلع عن طريق التعرق عن طريق اليورين تنفس بحتاج لمية نعم هذه ما بتخزنش في الجسم كلها اللي هي اللي بيشربو اللي شتاء شرب المية مهم جدا أول شيء العمل الأساسي اللي عمل المية اللي هي بتنظم درجة حرارة الجسم اللي الإنسان كتير بيفقدها خلال التفاعلات الكيموية اللي بتدخل فيها طبعا دور المية لها بيكون كبير أنا في فصل الشتاء شرب المية كمان بحافظ على على درجة حرارة الجسم اللي أنا بديها وهذا مهم جدا وإحنا منقول كمان مش كمان حتى شرب المية كمان له معايير وأهميته وكتش أنا كمان أشرب كثير ناس وخصوصا في فصل الشتاء وهنا إحنا من نأكد عليها إنه بقول لك ما أنا مش عطشان بديش أشرب مية لا حتى لو مش عطشان حتى لو كذا لازم أنك تشرب مية وكثير كمان منقول تشربش مية وقت وانت تتناول الأكل لأن المية ممكن تعمل استفراغ ممكن تضايق شوية في عملية اللي هي الهضم للأقضية وكذا لا أنا ممكن أشرب قبل التناول الوجبة للإنسان العاديين بعد الوجبة كمان إني أنا أتناول المية وإلى غير ذلك حتى ناس بعد مرات اللي عندهم شرح في الأكل منقول لهم يشربوا مية كثير لأنه مية كثير كمان بتمنع إنه يوكل كميات كبيرة صح خاصة إذا أكل قبل الوجبة بشكل الباشر ممكن يشرب شبع بلي أسأل عن وجود أنواع معين مثلا الكاستنا البطاطا الحلوة ناس ترتقبل عليها أكثر الزيادة منها وحتى إذا تناولناها ممكن يكون إيجابي وسلبي تحكي لنا عن فوقتهم وكيف ممكن يأثروا علينا في فصل الشتاء اللي هو طبعا الكاستنا والبطاطا الحلوة واللي بتصير بين متناول أيدي منيحة طبعا فيئ لها فوائد كثيرة بس نعرج هيك على السريع أول شي البطاطا الحلوة اللي هي غنية بالنفس الإشي بتعطيني بالطاقة بس كمصادرها الكربوهادراتية أو من نشوية بشكل أساسي أتناولها بس كمان يعني زيادة في الشي بينقلة بعكسه يعني أنا ما أظليش مثلا طول اليوم بقول في الفصل اللي اشتاو والله بدي أظل أو كل بطاطا حلوة أو كل يوم أو كل يوم لا إحنا في أي شيء في علم التقضية دائما ما تعتمد على أي شيء حتى لو الناس بقول لك مثلا اللحوم اللحوم مادة وغنية وبروتين وبيتول فيه وبعطيني والحديد وإلى غير ذلك ولكن كثره مش منيه بشان هيك أنا إذا بدأو كالكستانة طبعا فيها الفوائدها الكثير منيحة كأي منتجات خنقول غذائية إذا بدأتبرها اللي هي مصادر نشويات أو خضار أو فواكه ولكن أتناولها بالقدر اللي هو المحدد اللي إذا أنا بدأت حكي شغلة ممكن خارج شوية وهي مهمة تناول اللي هي خنقول أو تعرض لأشعة الشمس ودورها أنا في هذا الموضوع خصوصا في فصل الشتاء طبعا أشعة الشمس أنا بأخذ منها اللي هو فيتامين دال فيتامين دال بينتص عن طريق الجلد وبصير إليه اللي هو بخزن في الجسم من خلال الطبقات الدهنية اللي هي الموجودة في الجلد فيتامين دال اللي هو بساعد على تكسر الدهون الموجودة يعني إيش تكسرها إنها ما بظلش خاملة أو بظلش مترسبة الدهون الموجودة تحت الجلد بتظلش زي ما هي وبالتالي بتأثر عليها سلبا إن أنا بصير عندي دهون وكميات عالية وبترتفع يمكن الكوليسترول وبالتالي بزيد عندي اللي هو الوزب فيتامين دال بساعد على إنها هاي الدهون إنها تتحرر من وضعها الطبيعي ما تظلش موجودة وبالتالي تحول إلى سعرات حرارية وتحسسني بالدفع كمان ارتباطه مع الكالسيوم اللي هي الموجود بشكل كبير في منتجات الألبان كثير إحنا منتجات الألبان مهمة سواء كان لبا رايب إذا أنا بدي أشتري حليب حليب وبشكل أساسي عادة ننصح للناس إنه يكون خالي الدسم للناس البالغين للناس الكبار في السن نعم وإذا كان طازة بيكون أفضل الألبان اللبنة هاي غنية بالكالسيوم زي ما كنا كمان بتساعد على إنه الدهون الموجود إنه تكسروا وتحللوا وبالتالي أنا أستفيد فيه وحس أنا بالدفع الشي ثانث كمان هو مهم إنه قصة كمان الرياضة والحركة هذا كنت رح أسأل عنه كمان مهم كمان ناس تعتمل فصل الشتاء على إنه يعني إذا كمان ننقلل من الوزن أو منناكل وجبات أكثر على سبيل المثال إذا بنشعر إنه في حاج لهذا الموضوع مهم يكونوا يرافقوا رياضة وحركة ويمكن كمان أخصائي التغذي بتفقوا مع هذه النقطة نعم أكيد أنا حتى منقول إذا أنت شفت حالك أكلت كثير حاول إنك تمشي كثير يعني يعني في ناس بعد مرة بيقول لك ممكن وجبة الغداء أو إنه وفترة العشاء بعد المغرب بوكل بحس حاله إن أنا أكلت حلويات وأكل دهون لا طب إذا أنا حسيت حالي هيك مش غلط إذا أنا بقدر أني أطلع ممكن يقول لك فلشتا ومطر وكذا كيف بدأطلع خلال حركتك داخل البيت نفسه صحيح أنا أتحرك نعم ممكن أنا أكون فيها داخل البيت وإني أتحرك وإني أنا أمشي الحركة كثير جدا إحنا بنربطها ارتباط يعني منقول تغذية منقول حركة منقول رياضة ومهمة مشان أني أنا أحافظ على حتى العمليات أو الحركات اللي داخل الجسم حتى في الجهاز الهضمي وعلى قطة إنه كيف أنا بصير عملية هضم بشكل كبير كمان اللي بدي أقوله إنه إذا أنا بدي أتحرك قريت إذا بمشي مثلا إدية كون المبينات فيلشتة خصوصا الوجه يكون مبين كمان إذا أشعة الشمس أستغل خروجها يعني ما نكثرش من الطبقات ونعطي مساحة كمان لجسمة نعم نعم يتحرك نعم وبعدين يكون كمان إنه أشعة الشمس مهمة كمان إنها تشوفني خصوصا فترة وهمية اللي قلنا فيتامين دار يعني أظن أن الناس بتكون أصلا ممصدق أو تشوف أشعة الشم صلت ومصدت بفصل الشيطة عليها كتير فلازم نعطي مساحة كمان لجسمنا يعني يتمتع فيها بدي أشكرك جزيلا شكرا عوجودك معنا وعلى هاي المعلومات وبتمنى لك نهار سعيد تسلمي أنا شكرا إذا ننتقل كمان نسمع نصائح صحية من ريمة في هذا الصباح وراجعين نكمل في قرارنا